اطلاق النار هذا ليس في جنين بل في نابلس المدينة التي يصفها الاحتلال بأنها الموطن الثاني للمقاومة الفلسطينية ويتهددها بعملية عسكرية قد تطالها وتطال جنين معها بعدما استهدف مقاومون حافلات للمستوطنين بحماية جنود الاحتلال اقتحموا المدينة وقبر يوسف فيها لأداء طقوس تلمودية مستوطنان وقائد جيش الاحتلال في شمال الضفة أصيبوا بالجراح فيما أصيب 64 فلسطينيا في المدينة برصاص الاحتلال وغازه المسيل للدموع بينهم أطفال هذا التصعيد العدواني يعتقد الاحتلال أنه يمكن أن يكسي إرادة الصمود والتحدي والمقاومة لشعبنا الفلسطيني وهذا الأمر الذي لن يحصن لذلك نحن سنبقى متماسكين بثوابتنا وحقوقنا ومقاومتنا من أجل حرية مستقال شعبنا الفلسطيني اعتداءات الاحتلال لم تتوقف عند نابلس فحملات الاعتقال المتواصلة طالت عشرات الفلسطينيين من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بينهم القيادي في الجهاد الإسلامي طارق قعدان من بلدة عرابة في قضاء جنين وحارساني للمسجد الأقصى دولة الاحتلال تريد كسر شوكة وإرادة الشعب الفلسطيني من خلال استمرار هذه الاكتحامات وعمليات الاغتيال والاعتقال للنشطاء والمقاومين في المدينتين من أجل إيصار رسالة لمحاولة إخافة وثني الشعب الفلسطيني عن إمكانية استمرار نضال الوطني المشروع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وانغلاق الأفق السياسي دفع قيادات في اللجنة المركزية لحركة فتح بالدعوة إلى تفعيل المقاومة الشعبية تريد أركان الحكومة العسكرية أن تثبت أنها قادرة على اقتحام والوصول إلى أي مكان فلسطيني وتحديدا في هذه الفترة التي تتزامن مع الانتخابات وعلى ما يبدو كما قلت أنهم يحاولون كسب أصوات انتخابية على حساب العدوان على الشعب الفلسطيني ومع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة لا يتوقع الفلسطينيون أي اختراقات سياسية جدية خصوصا مع توجه إسرائيل لانتخابات جديدة قبيل نهاية العام الحالي نذر الغلايان في الضفة الغربية بدأت تتصاعد مع غياب الأفق السياسي واعتداءات الاحتلال التي من المتوقع أن تتصاعد مع اقتراب الحملة الانتخابية الإسرائيلية التي تكون في العادة على حساب الفلسطينيين نصر سلمي رحم الله الميادين